الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 عطل في مستشعر درجة حرارة الوقود بماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام، مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2، نيسان، فورد، فيت، شيفرولي، مرسيدس، دوج، ألخ، على الرغم من أنها عامة، قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتماداً على الصنع، إذا قامت سيارتك المجهزة OBD2 بتخزين الرمز P0185، هذا يعني ببساطة أن وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM قد اكتشفت إشارة جهد من مستشعر درجة حرارة الوقود، مستشعر الوقود المرن أو الدائرة بألتي لا تقع ضمن نطاق مبرمج، يشير بإلى منطقة من الدوائر على عكس دائرة أو مكون معين، عادة ما يتم دمج مستشعر درجة حرارة الوقود في مبيت واحد إلى جانب مستشعر الوقود المرن المعروف باسم مستشعر تكوين الوقود، إنه في الواقع جهاز محوسب صغير مصمم لتزويد PCM بتكوين دقيق للوقود وقراءة درجة حرارة الوقود، يتم مراقبة الوقود الذي يمر عبر المستشعر المضمن لتحديد درجة الإثانول والماء والملوثات الأخرى الموجودة، يقوم مستشعر تكوين الوقود بحساب تركيبة الوقود ودرجة حرارة الوقود ويدخل إشارة كهربائية إلى PCM لا تعكس فقط الملوثات الموجودة، ولكن أيضا إلى أي درجة تلوث الوقود، يتم قياس التلوث وفقا لنسبة الملوثات إلى الوقود ويتم استلامه بواسطة PCM على شكل موجة مربعة للجهد، يختلف نمط شكل الموجة في التواتر اعتمادا على درجة الملوثات الموجودة في الوقود، كلما اقترب تردد الموجة، زادت درجة تلوث الوقود، هذا يؤلف الجزء الرأسي من الشكل الموجي، يراقب مستشعر تكوين الوقود كمية الإثانول الموجودة في الوقود بشكل منفصل عن الملوثات الأخرى، تم تصميم مركبات الوقود المرن لتعمل بكفاءة عندما تكون مستويات تكوين الوقود عالية بما يصل إلى 85% من الإثانول، يشير الجزء الأفقي من شكل الموجة أو عرض النبض إلى درجة حرارة الوقود، كلما زادت سرعة عرض النبضة، زادت درجة حرارة الوقود التي تمر عبر مستشعر تكوين الوقود، يختلف تعديل عرض النبض في معظم التطبيقات بين 1 و5 مللي ثانية مئات من الثانية، إذا اكتشف PCM إشارة إدخال من مستشعر تكوين الوقود يشير إلى أن درجة حرارة الوقود ليست ضمن النطاق المبرمج، أو إذا كانت درجة حرارة الوقود تختلف عن درجة الحرارة المحيطة، درجة حرارة هواء السحب في بعض النماذج، بدرجة أكبر من المتوقع، سيتم تخزين رمز P0185 وقد يضيء مصباح مؤشر عطل، قد تتطلب بعض النماذج دورات إشعال متعددة، مع فشل، لإضاءة M-A-L، صورة لمستشعرات درجة حرارة الوقود المختلفة، خطورة الرمز والأعراض يراقب PCM درجة حرارة الوقود لحساب استراتيجية توصيل الوقود في مركبات الوقود المرني، لذلك يجب التعامل مع الرمز P0185 على أنه شديد، قد تتضمن أعراض هذا الرمز، من المحتمل أن لا تكون هناك أعراض من شروط تخزين P0185 قد تكون رموز تكوين الوقود الأخرى موجودة، وقد تظهر إضاءة M-A-L في النهاية الأسباب المحتملة لتعيين هذا الرمز هي، درجة حرارة الوقود المعيب، مستشعر الاستهلاك بمستشعر درجة الحرارة المحيطة غير صحيح، مستشعر درجة حرارة الهواء الخاطئ، فتح الأسلاك أو الموصلات أو تقصيرها أو تلفها PCM أو خطأ برمجة PCM إجراءات التشخيص والإصلاح تتمثل نقطة البداية الجيدة دائما في التحقق من نشرات الخدمة الفنية TSB لسيارتك الخاصة. قد تكون مشكلتك مشكلة معروفة مع إصلاح معروف وضعته الشركة المصنعة ويمكن أن يوفر لك الوقت والمال أثناء التشخيص أحب أن أبدأ أي تشخيص بفحص بصري لجميع وصف التشخيص التشخيص رامز بي 0185، عادة ما يمكنني الوصول إلى ماسح تشخيصي، وفولات أو متر رقمي، ديفي أو أم، ومذبذب، ومقياس حرارة بالأشعة تحت الحمراء، ومصدر معلومات السيارة مثل أول داتا دي أيوي، تحتوي بعض الماسحات الضوئية على ديفي أو أم، ومنظار الذبذبات المحمول المدمجي، من شأنه أن يخدمك بشكل جيد في هذا السيناريو، أحب أن أبدأ أي تشخيص بفحص بصري لجميع وصلات الأسلاك والموصلات ذات الصلة، قم بإصلاح أو استبدال المكونات التالفة أو المحروقة كما هو مطلوب وإعادة اختبار النظام، عندما تكون دورات الفشل المتعددة مطلوبة لإضاءة M-A-L، فقد وجدت أن استخدام وضع الاستعداد OBD2 مفيد، عندما أكمل تصليحي، أقوم بمسح الرموز وتشغيل السيارة بشكل طبيعي، إذا دخل PCM في وضع الاستعداد، فأنا أعلم أن إصلاحاتي كانت ناجحة، إذا تم إعادة تعيين الرمز، فأنا أعلم أنه لا يزال هناك عطل، عادة ما يتم تزويد مستشعر درجة حرارة الوقود، مدمج في مستشعر تكوين الوقود، بجهد مرجعي بجهد 5 فولت وأرض، جهاز استشعار المقاومة المتغيرة يكمل الدائرة، استخدم DVOM لاختبار الجهد المرجعي والأرض عند موصل مستشعر درجة حرارة الوقود، إذا كان الجهد المرجعي غير موجود، استخدم DVOM لاختبار الدوائر المقابلة في موصل PCM، قم بإصلاح الدوائر المفتوحة على النحو المطلوب إذا كانت هناك إشارة جهد مرجعي في موصل PCM، تنبيه، انظر الملاحظة أسفل الصفحة بخصوص فصل وحدات التحكم، في حالة عدم وجود جهد مرجعي في موصل PCM، أشتبها في وجود خلال في PCM أو خطأ في البرمجة، سيتطلب استبدال PCM أو إعادة البرمجة مساعدة مهنية، إذا لم يكن هناك مستشعر درجة حرارة الوقود، استخدم مصدر معلومات سيارتك وحدد موقع الأرض المناسبة للتأكد من أنها آمنة، إذا كان المرجع والأرض موجودين في موصل B لمستشعر درجة حرارة الوقود، فقم بتوصيل خيوط اختبار من مرسمة الذبذبات بالدوائر المناسبة، ولاحظ البيانات الحية في شكل أنماط الموجة، استخدم مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة الوقود الفعلية ومقارنتها بدرجة الحرارة التي تعكسها أنماط الشكل الموجي على راسم الذبذبات، إذا لم تتوافق درجة حرارة الوقود التي يعكسها مستشعر درجة حرارة الوقود مع درجة حرارة ميزان الحرارة، فتشك في أن مستشعر درجة حرارة الوقود معيب ملاحظات تشخيصية إضافية، استخدم DVOM لاختبار مقاومة مستشعر درجة حرارة الوقود بي وفقاً لتوصيات الشركة المصنعة إفصل جميع وحدات التحكم ذات الصلة قبل اختبار مقاومة الدائرة باستخدام DVOM.